هل رأى أرسلت نسخة من كتابك إلى محمد صادق الصدر وما هو رأيك بكتبه عن الغيبة والإمام المهدي وجوابي له بالحقيقة كما أجبت من قبل أيضا وأكرر هنا الجواب أني أرسلت رسالة إلى السيد محمد محمد الصدر وكما أتذكر عن طريق السيد حسين الصدر اللي كان في لندن وهو ابن عمص السيد وهذه أقراركم نصر رسالة وفيها أيضا يعني تقييمي لكتبه ولعمله حول الموضوع وخلاصة الكلام أنه في الحقيقة يعني جمع الروايات ولم يجتهد فيها ولم يحقق فيها ولذلك دعوته إلى التحقيق لأنه مسألة مهمة جدا قلت له سماحة السيد محمد الصدر حفظه الله الحوزة العمية النجف الأشرف العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد طلعت على كتابيكم عن تاريخ الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ودرستهما بدقة وكان البحث بصورة عامة يدور حول الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري مع مقدمة في البداية يعني السيد كاتب مقدمة عن تاريخ الإمامين الهادي والعسكري ومؤخرة عن تاريخ النواب الأربعة وغيرهم وقد تركز الكتاب حول تاريخ ولادة الإمام المهدي وقصص مشاهدة بعض خواص الشيعة له في حياة أبيه ثم مشاهدته بعد وفاته بعد وفاة أبيه يعني خلال معرفة باسم الغيبة الصغرى وقد اعتمد الكتاب على استعراض الروايات التاريخية يعني أسميها روايات تاريخية حول تاريخ الإمام يعني حول ولادة الإمام المهدي ووجوده وتجنب الخوض وتجنب الخوض في الأبحاث الكلامية التي تثبت وجوده وولادته بالأدلة الفلسفية أو العقلية أو الاعتبارية كما يسمونها يعني كما تجنب الخوض في الأدلة الروائية الأخبارية الأخبار الواردة حول المهدي التي تثبت وجوده يعني شوفوا المنهج اللي اتبعه السيد محمد الصدر هناك ثلاث مناهج رئيسية المنهج العقلي اللي كان يعتمدون عليها العلماء السابقون الأوائل بصورة رئيسية بالفلسفة وبالكلام وبالكذا يتبتو لك وجود الإمام ولد الإمام العسكري هذا منهج السيد محمد الصدر لم يستخدم هذا المنهج هناك منهج آخر منهج روائي أخباري يجبون أحاديث قال النبي قال الإمام علي قال الحسن قال الحسن قال فلان قال فلان أنه سيولد التاسع من ولديه وكذا وكذا ويجبون أحاديث هذا الأحاديث أيضا السيد لن يعتمدها وذلك خلافا لما كان مشايخ الطائفة الاثنى عشرية يفعلون في كتاباتهم القديمة حول الموضوع لو يجبون أدلة عقلية لو يجبون أحاديث حيث كانوا يعتمدون على الأدلة الفلسفية الكلامية يعني والروائية هالمنهجين رئيسيين أكثر من الاعتماد على الروايات التاريخية يعني لو تشوفون مثلا الصدوق أو تشوفون النعماني أو تشوفون الطوسي تشوفون يعتمد على هالكلام الثاني ما يعتمدون عن الروايات التاريخية هذا ما قلت له للسيد أن دعش رحلة أنه قرأت كتابك وأنت هذا منهجك وقد أشرتم في مقدمة الكتاب هو السيد محمد الصدر أشار في مقدمة كتابه إلى ضعف كثير من الروايات التاريخية الخاصة بالموضوع وجهل سندها في البداية قال أنه هاي روايات دي أجيبها روايات التاريخية اللي هو اعتمد يعني في كتابه قال هذه روايات مجهولة ضعيفة سألتهم أمعرف شنو في صفحة 44 وإهمال علماء الرجال لذكر أسماء الرواة والتحقيق في شخصياتهم قال دول أنا أيضا ما بحثين فيهم لأنه شخصيات مجهولة على العكس من تحقيقهم في أسناد روايات المسائل الفقهية كما هو معروف الآن الفقهاء مثلا كل واحد سموه فقيه يبحث في سند الروايات حتى يأخذ الرواية حلالة وحرام مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل والصعاب في عملية البحث والتحقيق في موضوع المهدي كما يقول السيد محمد الصدر وأيضا وذكرتم اعتمادكم على الروايات بين قوسين اللي يسميها السيد المتواترة والمشهورة والتي لا يوجد لها معارض قال أنا شون أسوي إذن هاي الروايات يعني مجولة السند وماما بحوثة والعلماء ما يعرفون ذو الرجال منه رواتها بعدين يقول أنا أعتمد في كتابي على الروايات المتواترة والمشهورة والتي لا يوجد لها معارض ويفترض صحة الروايات التي ذكرها علماؤنا الأوائل وقلت له أنت اكتصرت أيضا واكتصرتم في بحثكم التاريخي الذي وصفتموه بالعميق والجديد على مصادرنا الإمامية الاثنى عشرية باعتبار أن أهل البيت أن أهل البيت أذرى بما فيه ولم تبالوا بالطعن الصادر من غير الموالين لأهل البيت عليهم السلام قال أحنا من دير بال لذلك أحنا علينا فقط من داخل ألا معنا شون يقولون صفحة 443 ده استعرض قراءتي لكتابه أو كتبه ماذا يقول في هذه الكتب واعتبرتم مسألة وجود الإمام المهدي من الضروريات في المذهب الاثنى عشر التي لا حاجة لبحثها ولا بد من تجاوزها أصلاً لا يحتاج أن توقف عده هذه مسألة صارة بديهية وضرورية من ضروريات المذهب الاثنى عشر فخلص خلن نعبر عنها كما اعتبرتم مسألة ضبط السفراء الأربعة والإيمان بصحة دعواهم من بين أدعياء النيابة الكاذبين الآخرين اللي كانوا أشرين واحد آخرين من المسائل الضرورية الواضحة في المذهب أيضاً هذه مسألة بديهية خلص عنده ولذلك فلا حاجة لتجشم العناء في إثبات ذلك أيضاً هذا ما نحتاج نتوقف ونبحث في الموضوع صفحة 395 وبناءً على ذلك صار عند عدة مسلمات مسلمة الرجال ومسلمة السفراء ومسلمة المهدوية يعني هذه المسلمات الضرورية تعتبرها وبناءً على ذلك فقد بنيتم منهجكم في البحث والتحليل على الإيمان بالنظرية المهدوية الاثنى عشرية كما هي مذكورة في كتب مشايخ الطائفة الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي والنعماني وغيرهم من محدث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى باعتبار النظرية بكل تفاصيلها من المسائل الضرورية الواضحة ولم تجدوا حاجة للتحقيق في الرواية التاريخية التفصيلية عن ولادة الإمام المهدي ومشاهدته واللقاء به في حياة أبيه وفي أيام النواب الأربعة يعني كل أمور صارت واضحة وبديهية وضرورية فما يحتاج أن توقف على أي قضية يعني طيب شون عمل السيد لك السيد محمد الصدر ماذا عمل في كتابه إذا كل الأشياء هي يعني رح يقلد فيها الآخرين وكلها ثابتة وضرورية وواضحة وصحيحة وكذا وقد انصب جهدكم على تحليل الروايات والتعليق عليها وتفسير المعظل منها وتأويل المتعارض والمخالف للقرآن الكريم والعكل والروايات الصحيحة الأخرى فإذا عمله في كتبه هو هذا وبالرغم من الجهود التي بذلتموها في صياغة الموضوع وتحليل الأحداث فإني أعتقد أن موضوعا خطيرا كموضوع وجود الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري تترتب عليه أمور كثيرة في الفقه وفي الفكر السياسي والعقائدي ويقوم عليه كيان الطائفة الاثنى عشرية هذا الموضوع بحاجة إلى بعث أعمق وأدق وأشمل ولا يجوز التقليد والاعتماد على آراء العلماء السابقين بدعوة الضرورة أو التواتر أو الشهرة سواء في أساس الموضوع أو في الأمور التفصيلية منهم يعني هذا كلمة شوية بها احترام يعني أردأ أقول لي أنت ما ميجتهد بالموضوع وما محقق وما مدقق أنا ما دا تقلد في الأمور السابقة كما هو مكتوب في الكتب السابقة خاصة مع وجود التهمة من قبل عامة المسلمين وعامة الشيعة وعامة الإمامية حتى ما عدا الفرقة الاثنى عشرية اللي فرقة من سبعين فرقة من الشيعة أنه باختلاق أكو تهمة يعني باختلاق موضوع وجود الإمام المهدي وابتداء القول به بعد وفاة الإمام العسكري وحدوث الحيرة من بعده هذا موضوع يعني إذا واحد يقرأ التاريخ يشوف أنه أكو اتهام من قبل عامة المسلمين وعامة الشيعة والإمامية أنه هذا ما موجود الإنسان وإمام العسكري ما عنده ولد وإنما إجابوا ناس اختلقوا هاي القصة وقد استغربتوا من قولكم في المقدمة صفحة ستة واربعين إن منهجنا يقوم على الأخذ بالروايات المشهورة هذا منهج مو صحيح شلون واحد يأخذ هذا يقول أنا دا أحقق وأدقق وأبحث ويقول أن منهجي أخذ الروايات المشهورة طيب ربا مشهورة لا صحة له فشلون تأخذ الروايات المشهورة لازم تحقق فيها تدقق فيها تنظر فيها أكثر ما يصير تأخذ أمور هالشكل بهالسطحية وبهالسرعة يعني إن الأمان العلمية تقتضي استعراض الصورة التاريخية الدقيقة والشاملة كما رواها مؤرخ الإمامية الأوائل كسعد بن عبد الله الأشعري القمي في كتاب المقالات والفرق وإنه بختي في كتاب فرق الشيعة والمفيد في الإرشاد وغيرهم وعدم الاكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود المهدي يعني هما قالوا ذوي العلماء للأوائل قالوا هناك عدة نظريات وعدة آراء وكان مزعل فيها جدل ونقاش وبعدين صار أكو رأي معين فأنت ليش تأخذ لازم تجيب كل الصورة وكل الآراء وبعدين تختار الرأي الصائب وتستدل عليه بالأدلة القاطعة القوية وعدم الاكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود المهدي وحده من بين مجموعة الأقوال التي قال بها شيعة الإمام الحسن العسكري في أيام الحيرة أن الإجماع أو التواتر أو الشهرة أو الضرورة التي تتحدثون عنها في موضوع المهدي لم يكن أي منها موجودا في حياة أهل البيت لا كان في شيء يسمى إجماع ولا كان في اسم تواتر ولا شهرة ولا ضرورة ولا حتى حديث واحد ما كان موجود ولا بعد وفاة الإمام العسكري فأنت الآن تعتقد أكو إجماع هذا ما يسمو إجماع تقول أكو تواتر هذا ما يسمو تواتر التواتر لازم يكون متصل في جميع الأذنان ليس اليوم أكو تواتر في ذهنك تعتبر هذا تواتر يعني تعريف التواتر هنا في مشكلة فيه لأن الموضوع كان غامض وما كان أحد يعني في الموضوع لذلك وقعت الحيرة ولذلك حدثت الحيرة في موضوع خليفة الإمام لو كان الأمور كلها واضحة مثل ما اليوم أدنه عندك ومسائل كلها بديهية وما يحتاج الناقش بيها بعد ليش الشيعة وقعوا بالحيرة وانقسم الشيعة الإمامية الشيعة الحسن العسكري بالذات إلى أربعة عشر فرقة حول الموضوع الموضوع كان جدا غامض وماكو أي شيء مؤشر عليه وإنما حدث ذلك بعد حدث ذلك فيما بعد حين قال فريقه من الإمامية بوجود ولد للإمام العسكري هو الإمام من بعده وبالسر قالوا بالسر وما حد يبحث وما حد يناقش ثم قالوا بعد حين أنه الإمام المهدي التوصفة أخرى والتوصفة للإمامة أول شيء أثبت وجود الولد ثم قالوا هو الإمام ثم قالوا هو المهدي واستندوا في قولهم هذا على مجموعة أقوال نظرية يعني كلامية فلسفية واستعانوا ببعض الأحاديث العامة والغامضة أحاديث عامة ما تحدد اسم هذا الولد أو هذا المولود أو هذا الشخص وربطوا بعضها ببعض ثم اجتهدوا فيها واستنتجوا منها حتمية وجود الولد للإمام العسكري يعني قالوا ما يصير لازم نفترض وجود ولد للإمام العسكري ولم يكن للقصص الأسطورية أي وجود في البداية ما سألت الولادة حديث خديجة أو حكيمة أو أو الأديان هذه القصص أصلا في البداية ما حد ما كان يعرفها ولا كانت موجودة إنما اختلقوها بعدين وإنما بدأ بعض الغلاد يحبكوا تلك القصص الأسطورية لكي يدعم القول الافتراضي قول الافتراضي وهم يعني بوجود الإمام الثاني عشر ولذلك جاءت تلك القصص التاريخية التي تتحدث عن ولادته واللقاء به في أيام أبيه أو في أيام الغيبة خالية من السند الصحيح ومروية عن أشهر الكذابين والوضاعين كجعفر بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأحمد الرازي وإذا كان بعض العلماء السابقين كذكر تلك الروايات الضعيفة فليس لكي يقدمها دليلاً على وجود المهدي وإنما ليتخذها دليلاً مساعداً يعضد به الدليل الأول والأقوى لديه وهو الدليل الفلسفي الاعتباري وهذا معروف بالتاريخ الشيعي ولكنكم يا سيد محمد الصدر أتيتم فيما بعد وأهملتم الدليل الفلسفي الكلامي واكتفيتم بتلك الروايات الأسطورية التي لا أساس لها من الصحة واعتبرتوها مشهورة ومتواترة وضرورية وبعد ما يحتاج الناقش بها بشلون كتاب وشلون بحث هذا راح يصير ومن هنا فإن الروايات التاريخية التي اعتمدتم عليها في تأليف كتابكم هذا الضخم الموسوعة موسوعة إمام مهدي لا علاقة لها بأهل البيت هذه الروايات ولا بالمذهب الشيعي الإمامي ولا تعتبر من الضروريات بل هي موضع شك عميق وإن من مقدمات البحث الموضوعي إذا واحد يجتهد ويسوي رسالة دكتوران مثلاً ويبحث من مقدمات البحث الموضوعي دراستها من كل جانب والتأكد من سندها بدقة وعدم الاكتفاء بوجدانها في كتب العلماء السابقين والله وجدناها في علماء المشايخ الطائفة حتى إذا كانت خالية من المعارض أساطير وذلك لأن احتمال الوضع والتلفيق قائم حولها كما أن احتمال قيام النواب الأربعة الذين دعوا السفارة عن المهدي بتلفيق تلك القصص وترويجها أمل بدعم دعواهم الفارغة هذا أيضاً قائم هذا الاحتمال وقد كان الشيعة الأوائل يشكون في صدق إدعائهم أن هم سفراء وهم نواب الإمامي يقولوني يقول شون الدليل نحن مشاعفين الإمام الميدي حتى يعطيكم وكالة منين جبتوا وكالتكم سؤال بديهي يعني واحد يقول لك أنا وكيل في الإنسان ما حد ما شايفه وأنا نائب ماله أنا سفيرة شلون شون الدليل على كلامك وقد حدث سراع بين أدعياء النيابة المختلفين وكذب بعضهم بعضاً كما هو السيد يقول أنه هناك ناس كذبين من ذول السفراء عشرين واحد آخرين ولا يجوز أن نعتمد على توثيق السابقين لهم العلماء السابقين يجوا بعدهم وثقوهم قالوا ذول السفراء خوش أوادهم هذا التقليد ما يجوز نحن نقلدهم في هذا التوثيق ونقلدهم في ذلك بل لابد من بدل الجهد للاجتهاد في ذلك وتجشم عناع البحث من أجل كشف حقيقتهم إذن فإن الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع برمته هذه الحاجة ملحة جداً ولابد أيضاً عند أدعو السيد محمد الصدر إلى أن يعيد النظر في كتابه إعادة النظر في الموضوع برمته ملحة جداً ولابد أيضاً من إعادة النظر في منهج البحث والتمييز بين الروايات الصحيحة والمزورة مو أحد يكون أخباري حشوي شماك وأخبار وروايات يجيبها وصفطها بكتابه وذلك باعتماد ألم الرجال ومبادئ الرواية والدراية ورفض أي رواية ضعيفة أو مجهولة أو مقطوعة السند حتى لو كانت مذكورة في كتب العلماء السابقين هذا ما معنات صارت رواية صحيحة هلاء العلماء الذين كانوا يحاولون أن يدعموا نظريتهم بأي إشاعة حتى لو كانت كاذبة وأسطورية خاصة مع وجود الشك والتهمة باختلاق نظرية الأثنى العشرية في عصر الحيرة بعد وفاة الإمام العسكري بأقود من الزمن هذا تقييمي لكتابه ودعوتي إليه لكي يراجع وينظر من جديد وأيضا قلت له ويسرني في هذه المناسبة أن أقدم لكم جهدي المتواضع الذي يثبت اختلاق النظرية المهدوية الأثنى عشرية وافتراض وجود الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري الذي لا وجود له في الواقع أتمنى منكم أن تلقوا بنظرة فاحصة على الكتاب وتوافوني بما لديكم ردود وأنا على استعداد لأن أغير وجهة نظري أو أعدلها إذا قدمتم لي أي أدلة المية تثبت موضوع الولادة والوجود للمهدي محمد بن حسن العسكري وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب لندن 1413 يعني بعد السيد ما كان طارح مرجعيته وما كان الرسالة أيضا في حياة السيد الخوئي أو يعني في ذيك الأيام بالضبط الآن لا أتذكر هذا ما رأي بكتبه ورأي ببحثه أنه هذا ليس بحثا علميا وليس بحثا اجتهاديا وإنما تصفيط وتجميع للأحاديث الضعيفة اللي هو يقول هذه أحاديث ما أحد ما يعرف سندها شنو ولا رجالها ولا عرواتها وإنما موجودة بالكتب جابها وحطها وسواه كتاب ضخم أما موسوعة الإمام مهدي ولكن السيدة هو ما جاوبني أو هو ما رد علي فأنا أطلب من أي واحد يقرأ الكتاب كتاب موسوعة الإمام مهدي موسوعة الغيبة أن ينظر فيه ويعيد النظر فيه ويراجع هذه النقاط ويبحث الموضوع بصورة علمية لدقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسوعة الغيبة